بشن القنصل الامريكي الجديد في البصرة مشواره الدبلوماسي بلقاء مسؤولي حكومتها المحلية مؤكدا لهم على أن نجاح العراق يتصدر اهتمامات الولايات المتحدة مشيدا باسم بلاده بالتضحيات التي يقدمها مقاتلو القوات الامنية والحجد الشعبي فالحرب التي يخوضونها ضد تنظيم داعش معبرا عن رغبة امريكية لتطوير علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع المحافظة الولايات المتحدة مهتمة جدا بنجاح العراق ونعتقد أن البصرة لها دور محوري في هذا النجاح الذي نسعى إليه بتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية كما لا يفوتني أن أشيد بالتضحيات التي يقدمها مقاتلو القوات الامنية والحجد الشعبي في الحرب ضد تنظيم داعش الحكومة المحلية قابلت هذا الانفتاح الأمريكي بترحيب ودعوة للولايات المتحدة لتطوير علاقتها مع البصرة في المجالات التجارية والثقافية والتعليمية معتبرة علاقة العراق وصداقته بالولايات المتحدة طويلة الأمد وليست بل قصيرة لأنها محكومة باتفاقية ستراتيجية بين البلدين صداقتنا وعلاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتهي باعتبارها اليوم هناك اتفاقية ستراتيجية مع الحكومة العراقية هذا جانب الجانب الآخر يجب أن تكون هناك علاقات تطور أكثر فأكثر وخاصة علاقات تجارية وعلاقات تكون على مستوى التعليم وعلى مستوى المهنية وعلى مستوى تناقل المعلومات القنصل الجديد الذي كان يترأس فريقا لمكافحة الإرهاب في بلاده وضعته بعض القوى السياسية في ميزان المقارنة مع سلف استيفوكر الذي كسب شعبية واسعة جراء قربه من شرائح المجتمع بمختلف انتماءاتها لهذا دعوه لأن يستمر على نهج واكر ويزيد عليه في دعم أعمار البصرة نتمنى أن يكون كما كان صديقه السابق بالتعامل مع شرائح مختلفة لمواطنين محافظة البصرة كما نتمنى مساعدة الحكومة المحلية في تقدم عجلة الأعمار نتمنى من القنصل الجديد أن يستفاد من التجربة السابقة ويساعد أبناء الشعبين في تنظيم علاقات ترتكز على عدف التدخل بشؤولة داخلية ويبدو أن الحكومة أصارت تطمح لدور أكثر فاعلية للولايات المتحدة هنا بعدما اقتصر نشاطها السابق على الجانب الدبلوماسي الرسمي فقط ويبقى السؤال المهم هل سيستطيع القنصل الأمريكي الجديد أن يسير على خوط سلفي ستيف ووكر ويساهم في كسب ويد ما لديهم مواقف متشنجة هنا من الولايات المتحدة سعد قصي الحرة مدينة البصرة